وفقا لخطتها السنوية المنتظمة بهدف تعزيز الرقابة وتكثيف الزيارات الميدانية للتأكد من التزام المنشآت التجارية والصناعية بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع التجاري طبعا كشفت وزارة الصناع والتجارة عن نتائج هذه بعض العمليات الرقابية التي تقوم بها إدارة التفتيش ومؤشرات الأداء وذلك مع انتهاء الربع الثالث من عام 2023 طبعا تفاصيل هذه المؤشرات تستعرضها لنا الزميل عبد الرحمن المتفائل إيكا عبد الرحمن شكرا لك سهير نعم مشاهدين الكرام جهود متواصلة تقوم بها وزارة الصناع والتجارة في هذا المجال حيث بلغ عدد الزيارات الميدانية للمحال والمنشآت التجارية حتى الربع الثالث من العام الجاري ثلاثة وتسعين ألفا وخمسمائة وستا وأربعين زيارة ميدانية في مختلف محافظات مملكة البحرين كما تم تنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة بلغ عددها ألفا وخمسمائة وستة حملات في مختلف المحافظات للتحقق من عدة جوانب وجاءت النتائج العام للحملات التفتيشية خلال عام الفين وثلاثة وعشرين بمخالفة تسعة وخمسين ألفا ومئتين وثمانية وعشرين قيدا تجاريا ومن المخالفات الأكثر رصدا هي عدم وجود المنشآ على عنوانها التجاري المسجل وعدم وجود لوحة الاسم التجاري على واجهة المنشآ وعدم عرض أسعار السلع ومزاولة نشاط تجاري من غير ترخيص وعدم عرض شهادة القيد في مكان بارز أيضا ونتاجا لهذه الحملات التفتيشية تم غلق مائة وتسعين منشآ تجارية غلقا إداريا حتى الربع الثالث بزيادة بلغت خمسين في المئة بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي كما تم إحالة ثمان وسبعين حالة للنيابة العامة بزيادة بلغت عشرين في المئة عن العام الماضي واستقبلت إدارة التفتيش ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين شكوى متعددة بزيادة نسبتها 12% من نفس الفترة للعام الماضي الجهود الميدانية لإدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة نتابعها في سياق تقرير الزميلة شوق العثمان تعزيزا للرقابة تستمر الحملات التفتيشية من قبل إدارة التفتيش التابعة لوزارة الصناعة والتجارة بهدف حفظ حقوق المستهلكين والقطاع التجاري على حد انتوى وتماشيا مع القانون بما يقوي متانة المناخ الاقتصادي تتشعب مهام إدارة التفتيش لكنها تتكامل جميعها في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير بيئة آمنة سواء للتجارة والصناعة في مملكة البحرين وتحقق أيضا العدالة حق أصحاب المحال وأيضا للمتعاملين فكل العمليات التي تكون بها إدارة التفتيش سواء تخطيط حق التفتيش بدءا بالتوزيع المفتشي على المناطق وأيضا التلقي الشكاوي ومرورا برصد المخالفات وانتهاءا بمتابعة الإجراءات كلها تتم وفق أنظمة إلكترونية متطورة وأيضا نظام شفاف يتيح لأصحاب المحال أنهم يقومون بتصحيح وضعهم لما يتم رصد المخالفات تحرص وزارة الصناعة والتجارة بشكل مستمر على تعزيز أدوتها الرقابية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات ومن خلال تكثيف زيارات الميدانية للتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة بما يدعم القطاعات الواعدة عبر سياسة ترفض عجلة التنمية الاقتصادية نحن في البداية نحرص دائما على توجيه أصحاب المحلات وتصحيح وضعهم القانوني في مخالفات تستدعي أن نحن نتبع إجراءات قانونية معينة مثل مزاولة نشاط تجاري من غير ترخيص إلا تطلب أن نحن في البداية نعرض التصالح وإذا ما صار فيه توافق على التصالح يتم تحويل الحالة للنيابة العامة ما يقتصر دور المفتش الميداني بوزارة الصناعة والتجارة على الرقابة والراصد للمخالفات وإنما يعمل المفتش بشكل دؤوب على نشر الوعي بشأن الغوانين والقرارات بما يسهم في الدفع في إيجاد بيئة تجارية آمنة وشفافة وضمن مهام المفتش أيضا الزيارات الميدانية للتحقق من صحة الشكاوي الوارد للإدارة ويتم أيضا تطبيق الإجراءات القانونية للمخالفات في حال رصدها كما نرحب دوما بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الرقابية فهم شريك فاعل في رصد الممارسات التجارية الغير سليمة وبالتالي المساهمة معا في تحقيق بيئة اقتصادية سليمة تحديث متواصل للممارسات التي تضمن العمل ضمن المطلوب وبصورة تتوافق مع متغيرات السوق الحالية والمستقبلية بهدف تقديم أدوات وبرامج اقتصادية متطورة تعزز وتدعم فرص النمو في جميع قطاعات الأعمال التجارية المختلفة شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين